موجز الثالثة من التليفزيون المصري أهلا بحضراتكم وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن تهدف جهود الدولة في تنفيذ استراتيجية تنمية سيناء إلى صياغة مصار تنموي متطور ومتكامل الأركان يشمل تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري بهدف دعم المجتمع السينوي على كافة الأصعدة وذلك بتكاتف التنصيق بين مختلف الجهات المعنية في الدولة جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزراء الدفاع والخداخلية وتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية ومستشار القائد العام للقوات المسلحة للمعلومات والقائم بأعمال رئيس هيئة الاستغبارات العسكرية وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول متابعة البرامج القائمة والمستقبلية للدفع بجهود التنمية المجتمعية للمواطنين المصريين من أبناء سيناء وذلك في إطار الاستراتيجية القومية للتنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء وأضاف متحدث الرئاسة أن الرئيس السيسي طلع على أبرز ما حول جهود التنمية المجتمعية للمواطنين في سيناء والتي تتضمن تعزيز مبادرات الحماية الاجتماعية إلى جانب توفير فرص العمل بهدف تحقيق التمكين الاقتصادي القائم على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في المجالات التي تعمل بنسبة للمنطقة بضلا عن الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والتعليمية والثقافية والرياضية أكد الرئيس السيسي على ما تتميز به العلاقات المصرية العراقية من خصوصية كأذل خلال استقبل الرئيس السيسي رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي وخلال اللقاء أكد الرئيس السيسي حرص مصر على مواصلة تعزيز التعاون مع العراق في جميع المجالات في ظل قوة الدفع الحالية التي تشهدها العلاقات سواء على المستوى الثنائي أو من خلال ألية التعاون الثلاثي مع المملكة الأردنية الشقيقة وصرح المتحدث بين رئيسة الجمهورية أن رئيس مجلس النواب العراقي أكد اعتزاز بلاده بالعلاقات الثنائية الوسيقة التي تربطها بمصر مثمنا دورها في استعادة الاستقرار بالعراق ومساهمتها في ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على الصعيد الإقليمي وتعزيز وحدة الصف العربي مع الإعراب عن التطلع لمواصلة تطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وأضف متحدث الرئاسة أن اللقاء شهد التباحث حول سبل تعزيز أطر العلاقات بين البلدين لسيما على المستوى البرلماني فضلا عن التشاور إزاء المستجدات على الصحة الإقليمية استقبل وزير الخارجية سمح شكري رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي بمقر وزارة الخارجية حيث تناول اللقاء عددا من الملفات الدولية والإقليمية ذات الاهتمام والتحديات المشتركة التي تواجه المنطقة وأقلال اللقاء أعرب شكري عن التطلع إلى تعزيز التعاون المشترك بما يعزز مصالح البلدين والشعبين الشقيقين مع التأكيد على دعم مصر الكامل لأبن واستقرار العراق والجهود التي يبذلها في الحرب على الإرهاب كما أشار شكري إلى توجهات الرئيس السيسي بدفع التعاون مع العراق الشقيق إلى أرحب الأفاق مثمنا على التطور الملموس في العلاقات الثنائية بين البلدين وفي إطار آلية التعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن من جانبه أعرب رئيس مجلس النواب العراقي عن التقدير الكامل لدور مصر المحوري حيال أمن واستقرار المنطقة بأكملها مثمنا الدعم المصري المستمر لبلاده أعلن البنك الأهلي المصري وبنك مصر عن إصدار شهادة ادخارية جديدة لمدة ثلاث سنوات الشهادة الأولى ثابتة بعائد 19% سنويا ويصرف العائد شهريا والثانية متناقصة بسعر عائد سنوي 22% للسنة الأولى و18% للسنة الثانية و16% للسنة الثالثة ويصرف العائد شهريا وتعكس تلك الخطوة الرؤية الإيجابية لانخفاض أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة مع الانخفاض التدريجي المتوقع في معدلة التضخم واستقرار الأسواق وذلك في ظل المتغيرات الدولية والمحلية وسياسة البنك المركزي المصري لاستهداف التضخم نهاية موجز الثالثة دمتم في رعاية الأرض اشتركوا في القناة